بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة هذا السؤال كيف يمكن أن نساعد أولادنا على القيام بالصلاة خاصة في فترة المراهقة طبعا أيها الأحبة السؤال طويل أن الطفل في هذه المرحلة يستمع إلى الأغاني لا يبالي بالنصائح حسبنا الله ونعم الوكيل وطبعا سؤال طويل المهم الله عز وجل أمر حبيبه عندما قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها إذن القضية تحتاج إلى صبر والهداية من الله يعني أنا كأب لست مأمورا أن أجبر أحدا على الصلاة يعني على فكرة نحن كمفهوم سائد أنك ينبغي أن تضرب الولد وتجبر هذا مفهوم غير موجود في الإسلام الضرب المقصود به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تدفعه باتجاه الصلاة لأنه لم يكتمل عقله بعد هذا قبل سن البلوغ يعني سن عشر سنوات هو سن قبل البلوغ فأمر النبي بضرب خفيف جدا ليس ضرب يعني مبرح لا لا ضرب خفيف بهدف أن تسوق تسوق هذا الطفل وتحببه وتكافئه وأحيانا ضرب خفيف التزم ولكن بعد أن يبلغ سن البلوغ هذا الأمر غير جائز لا الضرب ولا الإكراه ولا الإجبار لا إكراها في الدين سيدنا نوح عليه السلام أيها الأحبة أنا طبعا أقول هذا الكلام لكل أب لديه أو لكل أم لديها أولاد لا يصلون على رغم من أنها تنصحهم وتسعى ليلة نهارا لذلك لا يوجد استجابة السيدنا نوح عليه السلام القرآن أعطانا مثال رائع من قصة سيدنا نوح لكل من لديه ابن عاصي لكل من لديه ابن عاق عندما خاطب ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الظالمين أو الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين انظروا وهو يشاهد ابنه يغرق أو يشاهده على وشك الغرق وسيدنا نوح هو من أولي العزم دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فانظروا كم دعا ابنه ربما مئات السنين وهو يدعوه لم يستجب له هل قصر سيدنا نوح حاشا هل فشل في دعوة ابنه كلا سيدنا نوح أدى الأمر بأفضل شكل ولكن هذا الولد لم يستجب وحتى آخر لحظة لم يجبره على الإيمان لم يربطه بحبل ويدخله إلى السفينة بالقوة لا 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 يا بني أركب معنا يا بني أركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين فخطاب رحيم حتى لم يقل له يا ابني أو يا فلان باسمه لا يا بني حنان الأبوة عاطفة الأبوة يا بني تصغير من ابن بني يتقرب منه يتودد هكذا الدعاء يكون أيها الأحبة فأنا عندما يكون لدي ابن لا يصلي وللأسف هذه الظاهرة منتشرة اليوم بكثرة فأقول لكل أب وكل أم استبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها كلمة وأمر هنا ليس فيها إكراه أو إجبار هو أمر يا بني حان وقت العصر هيا لنصلي حببه بالصلاة أحببه أو عرفه على فوائد الصلاة والله أيها الأحبة يعني أنا بعد أن طبعا بحكم عملي في مجال الإعجاز العلمي وكثرة الأبحاث التي أطلع عليها أصبحت أحب الصلاة والصيام والزكاة وأحب لا إله إلا الله يعني أنت عندما تدرك فوائد الشيء تحبه ليس كعبادة افعل ولا تفعل وخوفا من النار لا أنت تحبه لكثرة فوائده يعني ما المانع أنا عندما أريد أن أرغب ابني بالصلاة لا يكفي أن أقول له تارك الصلاة سيموت عطشان سيعذب عذابا شديدا في قبره كذا 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 نار جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاة يمساهم لا هذا أسلوب ولكن هناك أسلوب ترغيب اليوم الشباب يحبون الفوائد العاجلة طيب يا أخي هذه الصلاة فيها راحة نفسية عملية الوضوء بحد ذاتها عملية فيها راحة نفسية يعني علماء النفس يقولون أثناء تمرير الماء على الوجه وعلى اليدين أجزاء المكشوفة من المسح الرأس وهذه العملية مريحة من الناحية النفسية تزيل التوتر تزيل الغضب تزيل الشحنات السلبية الخشوع اليوم هناك تقنية اسمها التأمل في الغرب يستخدمونها لعلاج الاكتئاب وعلاج المشاكل حتى مشاكل بعض الآلام التي تصيب الإنسان نتيجة التهابات معينة في الأعصاب في رئياتهم في كذا ينصحونه بأن يقف ويتأمل لعلاج الآلام المزمنة نحن لدينا في الصلاة الخشوع الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نقول لهذا الولد يا ابني الصلاة ليست لأن الله يحتاج لم يفرضها الله لأنه بحاجة لها الله غني عن العالم لم يفرضها ليجبرك على فعل شيء أنت لست بحاجة له لا فرضها من أجلك الصلاة هي لتقويم سلوكك لعلاج أمراضك لرفع حالتك النفسية لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها أي بالصلاة يا بلال يريد أن يرتاح الصلاة أيها الأحبة انظروا إلى من يلتزم بالصلاة لا يستطيع أن يتركها لا يستطيع أن يترك الصلاة لأنه لمس فوائدها يا أخي دراسات كثيرة تقول أن الصلاة علاج لمشاكل الظهر وآلام الظهر ومشاكل الرقبة ومشاكل العمود الفقري الصلاة أيضا فيها نوع من التفريغ للشحنات السلبية لماذا؟ لأن عملية الخشوع وهي تأمل مركز جدا عملية قراءة هذه الآيات وتدبرها عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كل إنسان يعاني من مشكلة في حياته فعندما يقف خمس مرات وكل مرة أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين يكرر اهدنا الصراط المستقيم سبتعاش مرة كل يوم تكررها على الأقل اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة أنت تشعر بالهدوء النفسي تشعر أن الله سيهديك لحل مشاكلك لأن تجد العلاج الصحيح لمرضك لأن تجد الرزق الصحيح لأن تجد التيسير في علاج مشكلة مادية أو اجتماعية أو نفسية أو غير ذلك فالصلاة أيها الأحبة هي علاج هذا ما ينبغي أن نوصله لهؤلاء الأولاد نوصل لهم تجربتنا مع الصلاة أولا أنت تكسب فوائد كثيرة جدا عندما تصلي شيء الثاني أنت تنجو من عذاب الله شيء الثالث الله عز وجل لم يفرض هذه الصلاة ليعذبنا بها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الصلاة أيها الأحبة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنت الفحشاء والمنكر لا يعني فقط الزنا وكذلك الإنسان أحيانا يقوم بأخطاء كثيرة في عمله تعتبر من المنكرات الصلاة تقوم لك سلوكك تقوم لك أعمالك تقوم لك طريقة تعاملك مع الناس تكسبك ثقة الآخرين بك لأن الإنسان الحريص على الصلاة هذا دليل على الصدق مع الله فلابد أن يكون صادقا مع الناس غالبا طبعا باستثناء المنافقين فلذلك هذه الصلاة أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة يعني أنا سأموت وأنت ستموت أول شيء تحاسب عنه الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله طيب ما هو المان طيب الصلاة تبقيك على طهر إذن هذه ميزة رائعة الصلاة تجعلك تتوضأ خمس مرات كل يوم وبخاصة غسل القدمين غسل الوجه غسل اليدين المضمضة إدخال الماء في الأنف قليلا تنظيف نحن الآن في عصر الوباء كورونا من أسس الطب الوقائي غسل اليدين والأجزاء المكشوفة عدة مرات كل يوم لتتجنب شر الفيروسات لأنك خلال يوم تصافح وتلمس فتعلق في يديك مثل هذه الأوبئة فعندما تأتي أول عمل تقوم به عندما تدخل منزلك شغلك الشاغل الصلاة تريد أن تلحق وقت الصلاة فتبدأ بالوضوء تغسل يديك جيدا وتتوضأ وتدخل الماء في فمك وفي أنفك وتزيل هذا الماء أيها الأحبة يزيل 99% من البكتيريا الضارة والفيروسات ترتاح نفسيا عندما تقف وتصلي الصلاة ثلاث دقائق أو أربع دقائق على فكرة خمس دقائق فقط تشعر بالطهارة تشعر بالارتياح تشعر بالتخلص من الذنوب عندما تتساقط قطرات الماء من يديك تشعر براحة نفسية ونحن عرضنا دراسات علمية كثيرة على الموقع الإلكتروني أيها الأحبة لأهمية توضو وفوائده في التخلص من عقدة الذنب والتخلص من الآثام وفوائد التأمل والخشوع وفوائد الركوع والسجود أيضا هذه الحركات التي تشبه رياضة اليوغا يمارسونها اليوم من دون هدف فقط لزيادة قدرة الجسم على التحمل لزيادة قدرة على تحمل الآلام ولجسم صحي أفضل فإذن الصلاة أخي الحبيب تستطيع أن ترغب الآخرين بها وبنفس الوقت تحذرهم من مخاطر ترك الصلاة في الدنيا والآخرة الذي يترك الصلاة الآن أيها الأحبة إذا زنى لا سمح الله أو إذا ارتكب معصية كبيرة غالبا ما يكون غافلا عن التوبة أنت خمس مرات يجب أن تكون متطهرا يجب أن تتوضع الصلاة تتفق مع النظام الكوني البيولوجي انظروا مواقع الصلاة يعني توقيت الصلاة متى أيها الأحبة الخمسة أوقات مع بداية طلوع الفجر وهذه ظاهرة كونية بداية طلوع الفجر الظهر مع الزوال العصر أو يعني الظهر والعصر هناك توقيت للشمس عندما تكون الشمس عمودية وعندما تزول الشمس عند العصر والمغرب بداية الغياب الشمس والعشاء غياب آخر شفق فإذا أنت خمس أوقات كونية في هذه الأوقات هناك تغيرات بيولوجية تحدث في الجسم نسب الهرمونات وغير ذلك فأنت عندما تقف وتصلي وتكون في حالة خشوع وهدوء أنت تستفيد أيضا من هذه الأوقات بدلا من أن تكون غافلا إذن نظامك المناعي ونظامك البيولوجي يجب أن يتفق مع النظام الكوني تناغم يعني أنت ستضبط ساعتك البيولوجية على النظام الكوني وهذا يطيل العمر والأعمار بيد الله طبعا ولكن هي أسباب يرفع النظام المناعي للإنسان يجعل حياته هادئة أكثر ومنظمة أكثر وتقيه من الأمراض لأن الخلل في الساعة البيولوجية يؤدي إلى السرطان حسب بعض الدراسات وأمراض كثيرة إذن نحن أمام حزمة هائلة من الفوائد التي تقدمها لك الصلاة مجانا أنت أمام هذه الحزمة الهائلة من الفوائد مجانية طبعا وأمام فوائد نفسية أيضا بالإضافة للنجاح في الحياة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قلنا أن التأمل يقود إلى النجاح أيضا حسب كثير من الدراسات والتأمل في الإسلام لدينا هو الخشوع بالإضافة أنك ستلقى الله وهو راض عنك لأن أحب الأعمال إلى الله ما هو أيها الأحبة الصلاة كلنا نتمنى أن نموت ونحن ساجدون لله تبارك وتعالى لأن الصلاة أحب أعمال إلى الله عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها هناك دراسة أيضا منشورة في مجلة الأنظمة الهندسية تقول لك بأن الصلاة على وقتها وقاموا ببرنامج طبعا محاكا عبر الكمبيوتر هي علاج فعال لمشاكل العمود الفقري التي يعاني منها كثير من الشباب اليوم الصلاة على وقتها فإذا أنت إذا قدر لك أن تموت فاحتمال أن تموت وأنت تصلي أكبر لأن معظم وقتك مشغول بالصلاة والقرآن وذكر الله والأعمال الصالحة وأعمال البر ففي أي لحظة تموت أنت تموت على الإيمان وعلى الحال التي يحبها الله ويرضاها عنك رسول الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على الإيمان وأن يعيننا على الصلاة وأختم أيها الأحبة بضرورة أن تلتج إلى الله ضرورة أن تدعو الله سواء الأهل أو الأبن ودعو الله لهم بالهداية لأن دعاء الأبوين مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى الدعاء للأولاد النصيحة ترغيب الأولاد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وراهبا يعني ترغيب مع تخويف مزيج مع تبليغه بفوائد هذه الصلاة بالإضافة للأسلوب الحنون الأسلوب يعني كما قل سيدنا نوح وهو يرى ابنه على وشك الغرق وسيموت كافرا وسيدخل إلى نار جهنم وهو يعلم ذلك لم يعنفه ولم يجبره يا بني يا بني يخاطبه بالصيغة الرحمة والمودة والمحبة فأنت هكذا تعامل مع ابنك والله سبحانه وتعالى هو الذي سيهدي إنك لا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا للصلاة ولما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر